السلام عليكم everyone I hope you are having a good time أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قناتي من جديد قناة فاطمة شاكور إن لم تشتركوا في قناتي بعد أتمنى أن تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك وقوموا بتفعيل زر الجرس كي تفلكم كل الدروس وكل الفيديوهات ولا تنسوا أيضا أن تضغطوا لايك إن أعجبكم فيديو اليوم فيديو اليوم سوف يكون مختلف تماما عن باقي الفيديوهات وطبعا سوف يكون لتعلم لغة الإجليزية لكن بطريقة مغيرة ومختلفة تماما طريقة مسلية وممتعة لتعلم لغة الإجليزية في هذا الفيديو سوف أحكي لكم قصة باللغة الإجليزية والقصة سوف تكون خصيصا للمبتدئين سأحكي القصة باللغة الإجليزية وسوف أقوم أيضا بترجمتها إلى اللغة العربية حتى يتسنى لكم فهم القصة بكاملها وفهم الأحداث بشكل جيد فلنبدأ على بركة الله سأحكي لكم اليوم قصة جميلة وفيها عبرة رائعة رائعة جدا سوف تكتشفونها في نهاية القصة قصتنا لليوم قصة شجرة التفاح The apple tree A long time ago There was a huge apple tree في زمن بعيد كانت هناك شجرة التفاح ضخمة A little boy loved to come and play around it every day كان هناك طفل صغير يحب أن يلعب حولها كل يوم He climbed to the tree top Ate the apples Took a nap under the shadow كان يصعد إلى قمة الشجرة يأكل التفاح يأخذ قيلولة تحت الظل He loved the tree And the tree loved to play with him كان يحب الشجرة وكانت الشجرة أيضا تحب اللعب معه Time went by The little boy had grown up مر الوقت مر الوقت كبر الطفل الصغير And he no longer played around the tree ولم يعد يلعب حول الشجرة One day The boy came back to the tree And he looked sad ذات يوم عاد الصبي إلى الشجرة وبدأ حزينا Come and play with me The tree asked the boy تعالوا ألعب معي سألت الشجرة الصبي I'm no longer a kid I don't play around trees anymore لم أعد طفلا لم أعد ألعب حول الأشجار The boy replied رد الولد I want toys I need money to buy them أريد ألعابا أحتاج إلى المال لشرائها Sorry But I don't have money آسفة ولكن ليس لدي نقود But you can pick all my apples and sell them ولكن يمكنك قطف كل ما لدي من التفاح وبيعه So you will have money كي يكون لديك المال The boy was so excited كان الصبي متحمسا جدا He picked all the apples on the tree and left happily قطف كل التفاح من على الشجرة وغادر سعيدا The boy never came back after he picked the apples لم يعد الصبي بعد أن قطف التفاح أبدا The tree was sad كانت الشجرة حزينة One day The boy who now turned into a man returned ذات يوم عاد الصبي الذي صار الآن رجلا And the tree was excited Come and play with me The tree said وكانت الشجرة متحمسة تعال والعب معي قالت الشجرة I do not have time to play I have to work for my family ليس لدي وقت للعب لابد لي من العمل من أجل عائلتي We need a house to live in نحن بحاجة لمنزل نعيش فيه Can you help me? هل تستطيعين مساعدتي? Sorry آسفة I do not have any house But you can chop off my branches ليس لدي منزل لكن يمكنك قطع أغصاني To build your house لبناء منزلك So the man cut all the branches off the tree And left happily فقطع الرجل كل أغصان الشجرة وغادر سعيدا The tree was glad to see him happy But the man never came back since then كانت الشجرة مسرورة لرؤيته سعيدا لكن الرجل لم يعد منذ ذلك الحين The tree was again lonely and sad كانت الشجرة وحيدة وحزينة مرة أخرى One hot summer day في يوم صيفي حار The man returned and the tree was delighted عاد الرجل وابتهجت الشجرة Come and play with me The tree said تعال والعب معي قالت الشجرة I'm getting old I want to go sailing to relax myself أنا أتقدم في السن أريد أن أذهب للإبحار لأسترخي Can you give me a boat? هل يمكنك أن تعطيني قاربا؟ Said the man قال الرجل Use my trunk to build your boat Use my trunk to build your boat استخدم جدعي لبناء قاربك So the man cut the tree trunk to make a boat فقطع الرجل جدع الشجرة ليصنع مركبا He went sailing and never showed up for a long time ذهب مبحرا ولم يظهر لفترة طويلة Finally The man returned after many years أخيرا عاد الرجل بعد سنوات عديدة Sorry my boy But I don't have anything for you anymore آسفة يا ولدي لكن ليس لدي أي شيء لك بعد الآن No more apples for you لا مزيد من التفاحلك The tree said قالت الشجرة No problem I don't have any teeth to bite لا مشكلة ليس لدي أي أسنان لأعضها The man replied أجاب الرجل No more trunk for you to climb on لا مزيد من الجدع لتتسلقه I'm too old for that now The man said أنا كبير في السن الآن لأفعل ذلك قال الرجل I really cannot give you anything أنا حقا لا أستطيع أن أعطيك أي شيء The only thing left is my dying root الشيء الوحيد المتبقي هو جذري المحتضر The tree said with tears قالت الشجرة بدموع I don't need much now Just a place to rest لست بحاجة إلى الكثير الآن مجرد مكان للراحة I am tired after all these years The man replied أنا متعب بعد كل هذه السنوات أجاب الرجل Good All three roots are the best place to lean on and rest جيد جذور الشجرة القديمة هي أفضل مكان للإسترخاء والراحة Come Come sit down with me and rest تعال تعال واجلس معي واسترح The man sat down and the tree was glad and smiled with tears This is you and the tree is your parent جلس الرجل وكانت الشجرة سعيدة وابتسمت بدموع هذا أنت والشجرة والدك ترجمة نانسي قنقر